أحمد خاني أخو رايك في المرات شبال منغوس وأكثر تفاصيل بعض أنا أبدأ لك في تقديري أبدأ لكي ما تحب لو بفضلكم معك في تقديري، الترجل هذه تنسي حق أهم شيء في كرة القدم وهو الانتصار لكن هذا الفوز يعود فيه الفضل بالأساس إلى رئيس النادي حمد المدب الذي تدخل في آخر لحظة وغير في التشكيل الأساسي بإقصاء بعض اللاعبين لأسباب تتعلق بالانضباط منهم من كان خارج القائمة ومنهم من جلس على مقاعد المدينة وأخص بالذكر معتد صدام الذي لا يلوم إلا نفسه لأنه أخذ بدل الفرصة عشرة منحه رئيس الترجل رياضي التونسي أكثر من فرصة لكن للأسف لم يكن في مستوى ثقة تحكي عن معتد صدام، قبل الحظة اتصلت ببعض المصادر المترجل في التونسي أسألت هل أنه إبعاده على سباب تأذيبية وإلى شنو أساب الضبط يقولوا لي راهوا حتفادينا أنه اللاعب يمشي لسوس ما أؤكده لك، ما أؤكده على ذمك، ومع احترامي لصديقي وليد ما أسميتش وليدة؟ ما أودت أذكر مصدرك الرسم ما قلناش اللاعبين الذي تم إقصاؤهم لأسباب أساساً تتعلق بالانضباط وسيد حمد المدب تحول شخصياً إلى مقر إقامة اللاعبين ووضعهم أمام مسؤوليتهم وذكرهم بأن الفوز في مباراة النجم الساحلي هو لازم يكون حتمي ولا بد للفريق أن يفوز في هذه المباراة وحمل اللاعبين مسؤوليتهم ما أقوله بقطع النظر على ما حدث قبل المباراة من تغيير في التشكيل الأساسي فأن التراجر يدي التونسي كان في هذه المباراة السيء للغاية أنا السؤال نطرحه شنو قاعدين يعملوا ملعبية التراجر يدي التونسي سبع شهور لم نرى جملة تكتيكية واحدة رأوا إذا التراجر يدي التونسي دعنا نقول الحقيقة من غير نفاق وهذا في مصلحة الفريق إذا التراجر يدي التونسي يبقى بهذا المستوى إلى غاية 26 نوفمبر مباراة جوليبا المالي فإنه بهذا المستوى غير قادر على الانتصار على جوليبا ولا هنا ما نحبش نحكي زاد على بيراميدس لأنه بيراميدس عنده إفكتيف وعنده رسيد بشري أفضل حتى من الأهلي على إدارة التراجر يدي التونسي على مستوى الرسيد البشري أرجع شوف الرسيد البشري متاع بيراميدس إسلام وقارن الملعبي ملعبي لآلف هش يتفوق في التاريخ وفي الكولتوره وبإمداء البطوليات وكل شيء هنا أنا ما أقول أنا على إدارة التراجرية التونسي أن لا تتأخر في تحديد مصير المدرب سواء بتجديد ثقة في إسكندر القصري وتتوجه للجمهور بكل شجاعة أنا رأي أنا اخديت القرار في أن إسكندر القصري بشي قود المرحلة القادمة وانا ما عنديش الامكانيات باش نجيب مدرب في مستوى الفريق يتكلف لي ثلاثمائة ولا أربعمائة مليون وحتى الأسامي راني اللي دخلت معها في نيكوسياسيون أسامي ما حصلش عليها لجميع وهذا ليس عيب يعني مش احنا الجمهور هو بش يحكم في النوادي ولا الجمهور يقرر مصير النوادي لأن النوادي يقررها مصيرها هم مسؤولية وهما قادرة بإدارة شهونها وهما يتحملوا المسؤولية وقال ليقول أنا راه وسأمنح اسكاندر القصري معناتها إلى حد الفرصة إلى حد مباراة قابس وبعضا أني بش نجيب مدرب تونسي لأنه فما من المدربين تونسيين من هو قادر على أن يكون رجل للمرحلة القادمة في الترجرية التونسي مدام أنا ما عنديش القدرة على أني نجيب مدرب أجنبي في مستوى الترجرية التونسي وقدر تخلصه أربعمائة وخمسمائة مليون إذا كان أنتي بتجيب مدرب أجنبي لا يفوق المدربين التونسيين معنات على مستوى الكفاءة وعلى مستوى التاريخ فلا داعي لذلك يقول لك شيئا بدين غميل في التعليقات يقول لك سميت ملاعبي واحد شكولي ملاعبي الأخرين؟ أنا 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 اللي يكارتي أنا مش مدهول اللي يعلى البنك اللي يعلى البنك أعطينا أنتي كان عندك أسباب أخرين أعطينا أحمد أنا أقول سميت كنا نزد دائما نحبه حتى نستهد في ملاعبي بعينه زاد سمسميت ويحد سمي كل زاد شو أحنا راه ديما نأخذ الأمور من الملح الإيجابي ما فعله رئيس الترجرية التونسي عادي يعمل أي رئيس جمعية تدخل في الوقت المناسب لفرض الانضباط الجميع تقريبا وللبعض ما نحكي على أنه هناك مسألة فالترجرية التونسي هي الانضباط في حجورات الملابس فما ملاعبية نجوم يسميهم لكننا على الميدان معنات ما فماش رد ما متعم ما يتمشيش ومع الأسامي متعم ويتعاملون يعني بنوع من النجومية ونوع من الغطرسة اشتركوا في القناة